يتقدم العمر وعلى عكسه تسير خطى الدراسة في جامعة بنغازي حسرة تعلو ملامح الطلاب على ما مضى من عمرهم في عطلات دراسية اختلفت أسبابها فما كان لهم إلا أن يخرجوا عن صمتهم ويضغطوا على من يعطل سير الدراسة في جامعتهم بتحشيد بعضهم البعض للمجيء إلى كلياتهم حتى وإن كانت خاوية على عرشها فهي بالنسبة لهم ورقة ضغط لكي يعدل الموظفون عن قرار اعتصامهم الذي طال أمده فبعض الكليات عادت للدراسة والكثير لم تعد بسبب قرارات يراها الطلاب مجحفة وتعدت على حقوقهم نحن تعرضنا الليقاف أكثر من مرة لمرة لاثنين لاثلاثة مرة بسبب الجائحة مرة بسبب قرار الوزير لحتوى على الجائحة الفترة الأخيرة وتوجهنا لأعتصام الطالب من المتوقيف وخاطي هكي نساء حتى المنهج اللي خضاء من كثر الليقافات اللي صارا فيريد تنظروا الموضوع هذا ما تضيعوا شامر الطلب على حال فاضي اعتصام الموظفين بسبب طلب زيادة رواتبهم الذي لم تلبه الحكومة حتى الآن كان بالتزامن مع اعتصام أعضاء هيئة التدريس الذي رفع الشهر الماضي بعد تسوية أوضاعهم المالية في حين يرى الطالب أن هناك طرق أخرى للمطالبة بحقوقهم غير إيقاف الدراسة بعض من الكليات يعني عمداء الكليات صرحوا أنه لحد الجاي أنهم هما هيبدوا دراسة بشكل رسمي ونتمنوا يعني أنه من عز الدين ندرسي أنه يطلع ويقول كلمة يعني يعني لعنت هو ما شفنا منه شيء بالنسبة للعميد الكلية تصنى بي وحكام مع مجلسه كلية وقال أنه هو يعني حكام عام وأنه هما مش هيبدوا دراسة إلا بعد عز الدين يطلع ويقول أبدوا دراسة إن شاء الله ربي سهل الحال ونبدأ لأنه وضع قاعد بصراعي ووضع قاعد مش كويس بكل من الآخر كثرة الإغلاقات بجامعة بنغازي يجعلها مهددة بخطر رفع اسمها من بين قوائم الجامعات المعتمدة عالميا حتى وإن كانت في ذيل ترتيبها ناهيك عن كونها تؤثر على الطالب علميا ونفسيا واجتماعيا حمد السرماني 2018 بنغازي نبقى في بنغازي حيث أقيم حفل ختام البرنامج التدريبي المركزي لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار الاحتفال جاءت تثويجا لبرنامج شارك فيه 385 متدربا عاملا في براكز تعليم الكبار أشرف عليها أو أشرف على تدريبهم نحو 40 متدربا تم خلال الاحتفال توزيع شهادات المشاركة وتكريب المدربين وبعض رموز التعليم كما شمل الحفل تكريبة دارسات المتفوقات من فصول محو الأمية في شهادتين العددية والثانوية للعام الدراسي 2020-2021